اشتركوا في القناة اي فرقة تستحمل حالة الضغط حالة التوتر اللي حصلت قبل المباراة نتيجت طبعا احداث الشغب والقناب المسائلة للدموع وتأخير المباراة لمدة ساعة ده في اوقات كتير جدا ممكن يأثر سلبا خصوصا انك بتعب برا ارضك فطبيعي جدا انه تحصل حالة من حالات التوتر على اقل تأدير حتى لو مش توتر او خوف او قوي لاخره لكن على اقل سهل جدا لو انت مش فرقة بطولة لو انت مش لعب عندك شخصية البطل ومدرك تماما حجم التحديات اللي انت بتواجهها انك انت على الاقل تفقد تركيزك وده ما حصلش الحقيقة يمكن اللي حصل ده زود من اصرار لعبتنا بشكل كبير جدا عن هما يلعبوا مباراة كبيرة وقد كان تشعر انه التوتر تصدر لفرقة التراجي دي نقطة النقطة التانية لأول مرة برضو من فترة طويلة يعني اللي تابع عداء الاهلي خصوصا في المباراة الصعبة او اللي بتواجه فيها فريق يعني من عيار تيقيل كنا بنلاحظ انه ميستر موسيماني دايما بيلجأ او بيعتمد على الكهر الطولية انبارح تقريبا تقريبا غاب الاسطوب ده عن طريقة لعب الاهلي حتى في ظل عدم وجود محمد نجدي افشف في المباراة من اولها يعني من بدايتها لعبت الاهلي بتلعب كرة سالسة جدا وبتتحرك وبتسلم كرة من رجل لرجل واغلب الاوقات الكرة على الارض والفريق اللي كان عنده القدرة على صناعة الفرص الاختر الفرص المحققة كان النادي الاهلي والفريق اللي سجل بالفعل كان النادي الاهلي والفريق اللي يمكن يكون اكثر استحوازا كان النادي الاهلي في كل دي الحقيقة علامات يمكن ده مرتبط بشكل كبير بالست يام اللي احنا اتكلمنا عليهم الراحة السلبية اللي ده مستر المسلمين الفرقة فرقة كت الحقيقة مجهدة بشكل كبير جدا عملية تلاحق المباريات وتتبوحة وتوليها بين دوري وما بين كاس وما بين كاس عالم أندية وما بين بطولة دوري أبطال وكلها مطشط من العرد تقيل حتى مع الفرقة الصغيرة بتيجوا قدام النادي الاهلي وتستأسد وده حقهم طبعا وامر طبيعي جدا ومشروع خلنا لعيبة الاهلي الحقيقة منهكة يمكن عشان كده فترة الاعداد الاهلي استعد من خلالها لمواجهة التراجي في مباراة الزهب ساعدت بشكل كبير جدا مستر المسلميني وساعدت اللعيبة أنها تظهر بالمظهر ده اللي شفناه في رادس نتمنى التوفيق إن شاء الله في المواجهة التانية وبالمناسبة قرارين أخدهم مستر المسلميني بعد الانتهاء من مباراة الزهب بالقرار الأول أنه يدي اللعيبة 48 ساعة راحة سلبية عشان يخفف شوية من الحمل البدني وحجم التدريبات عشان اللعيبة تاخد نفسها وترتاح بعد كده إن شاء الله ترجع للتمرين يوم الثلاثة اللي جاي وقبل 48 ساعة من اللقاء هيكون فيه زي ما قرر مستر المسلميني معسكر مغلق استعدادا طبعا لمباراة العودة اللي هتكون فيه القاهرة يوم السبت اللي جاي طبعا تفاصيل كتير اشتغل فيها مستر المسلميني مع كابتن سيد عبد الحفيز عشان يحضره طبعا لمعسكر الفريق اللي جاي قبل المباراة المهمة جدا وبمناسبة الكلام عن سيد عبد الحفيز الحقيقة يمكن كابتن سيد وبعد الرجوع لكابتن خطيب قرر ان هو يصرف مكافأة للعيبة لاجادتهم الحقيقة وتحقيقهم نتيجة ايجابية في انا كنت بقول الحقيقة انه الاهلي قادر على انه يكسب الترجي في رادس من واقع متابعتي للترجي في فترة اخيرة ومن واقع الحقيقة ثقة كمان في ادايا اللعيبة واللي يزود من ده كمان قدرة مستر مسماني الراجل حقيقة يعني مفيش مطشين يتلعبوا تحس انهم ما شوها بعض حتى المطشات اللي لعبناها برا يعني تعالى نبص كده على سيبك من مطش سينبا التنزيني استثني المباراة دي دي مباراة قلت كان لها ظروف خاصة وغريبة جدا يعني انا مش هخش في تكهنات او افتراضات لكن سيبك من مطش ده استثنيه تعالى نبص كل مطشات اسوأ مطش الاهلي من حيث المستوى كان في مباراة المريخ في مباراة العودة في السودان وكان المريخ متقدم بهدفين ورغم كده وانت في اسوأ حالتك اسوأ مباراة العباء الاهلي بدون نقاش من وجهة نظر الشخصية الموسم ده قدرت ترجع وتتعدل اتنين اتنين مباراة بيتا كلوب في الكونغو وبعد ما اتعدلت هنا على ارضك بعد مباراة ملحامية عملت فيها كل حاجة في الكرة معادة انك انت تكسب المطش رحت هناك وانت مطالب بتحقيق مكسب وقدمت مباراة برا ملعبك ولا اروع وكسبت 3-0 نيجي المباراة ساندونز ساندونز واحد من اتقل الفرق في القارة الافريقية بشهادة الجميع وبطل محتمل او واحد من الفرق المرشحة للبطولة قدرت انك انت تعمل معاة تعادل ايجابي كنت انت فيه المتقدم بالتسجيل وقدر ساندونز بعد كده ان هو يتعدل معاك وتيجي بعد كده في قبل النهائي وحط بين قسين كده كلمة قبل النهائي مباراة بترتفع فيها الحوافز والطموحات بتاعت اللعيبة لأعلى درجاتها كل فريق عنده طموح انه يكتب تاريخ ويتأهل لنهائي بطول الدولة الابطالة عشان يكسبها وبالتالي الدوافع دي بتصعب دايما من المواجهة المواجهة ترجمة نانسي قنقر